بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى احنا بعد ما انتهينا من جمال وانوار واسرار رمضان واستمرت معنا الانوار دي نرجعنا عشان نبقى في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي انواره واحنا متعودين ان احنا بنكون يوم الاربع بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور كبير بقراءة منورة وقراءة جديدة هي القراءة الحضارية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا بنعيش في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي احاديثه وكنا كلما بنقرأ حديث من احاديث رسول الله عليه وسلم نحس إن سنته لا تخلق على كسرة الرد أنوارها كتيرة وكمان بتحسسنا بإن إحنا ممكن نفتح أبواب من أبواب جنة الدنيا جنة الحياة ونعيش فيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل الوصل بنا وبين حضرة النبي موصول مفيش قطيع نفضل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش يفضل بس الوصل بنا لما نسلم عليه ونقوله السلام عليك يا رسول الله فيرد علينا السلام لا كمان لما نعيش كلامه ونعيش سنته عشان يحي بها حياتنا فنحس إن بإيديه ونحس إن بكلامه ونحس إن بعلمه ونحس إن بإبنوره بيوسع علينا حياتنا والنهاردة نعيش مع حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كتير بيسأل عن معناها وأحكامها الفقهية المتعلقة في الوقت ده الحديث بتاع النهاردة هو حديث سيدنا أبي عيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري يبقى الحديث بيقول إيه؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري حديث رواه الإمام مسلم في صحيح وخلونا بس نقول بعض المعاني الجميلة الرائعة الفائقة في هذا الحديث أول حاجة قبل ما نروح للأحكام الفقهية إحنا طبعا عارفين أن ليه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهري كلي ليه؟ ليه؟ لأن إحنا عارفين أن إحنا عندنا نظام أنا بسميه نظام الكرم الرباني إيه نظام الكرم الرباني؟ أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بفضل واسع لما قال الحسن بعشر أمثالها فهذا نظام نظام كرم إن الواحد يعمل عمل فيضاعف له عشرة أضعاف وعلى فكرة ده الحد الأدنى بالمناسبة أنا هذا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الحسن بعشر أمثالها هذا الحد الأدنى لأنه ممكن حد يكون عنده إلى سبعمائة ضعف وممكن واحد بقى يأخذ ما لا عين نرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى إيه الحكاية؟ الحكاية لو إننا صمنا رمضان فكان شهرا كاملا والحسن بعشر أمثالها إذن صيام رمضان يكون بصيام عشرة أشهر يبقى كده كأن رمضان صمنا في عشرة أشهر ثم أتبعه ستة من شوال ستة من شوال والحسن بعشر أمثالها يبقى بقى إيه ستين يوم يبقى كده بقى إيه إتناشر شهر ده الايه؟ ده المعنى الظاهر وهو معنى صحيح ده معنى الظاهر وهو معنى صحيح لكن فيه معنى تاني رائع وفائق وجميل جدا جدا أن من صمى رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صمى الدهرة كله ليه بقى؟ لإني في الحقيقة من صمى رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فهو يعني إيه صمى الظاهر كله؟ وكأنه ما كانش العبادة بالنسباله بيفر منها لا ده صام صام خمس لإيه؟ خمس شوال صام خمس إيه؟ شوال وكأنه أشار إلى أنه من أصابع الخمسة أشار إلى أنه أراد الله وكأنه أراد الله وحده فإنه لي وأنا أجزي به فكأنه ماذا؟ كأنه لما صام من شوال يقول بأنه أحب أن الصيام لله فكأنه أصبحت حياته بأعين الله فأصبح كأنه الظاهر كله يسير في الحياة بنور الله سبحانه وتعالى وعشان كده لازم نفهم أني كمان نربط ده بحديث رسول الله من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه آه طب وده معنى مهم جدا معنى مهم جدا في مسألة صيام الدهر كله وكأنه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنه مولود جديد هو دات معنى كمن سامى الظاهر كله وكأنه الظاهر كله خلاص ذهب بذنوبه وآتى الإنسان كمولود جديد بعد هذا الصيام وكأن الظاهر كله يعني حياته كلها كأنه سمى حياته كلها فكأنه ولد من جديد يبقى كده الحديثين وكأنهم بنفهم معناهم معا نجمع ما بين الحديثين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطهرنا من كل ما لا يسعدنا ويجعلنا مصدر للسعادة زي الفرحة بالمولود الجديد بالزبط وكأن المعنى هتعيش دايما في طاعة الله وما يرضيه كأنه عاد كيوم ولدته أمه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه خلاص أنت دلوقتي هتبقى حديث عاد بربك وهتبقى تسير بنور الله سبحانه وتعالى فيه بقى شوية أسئلة في الخرية بتحصل لنا بقى ولازم نجاوب عليها وبتشغل بالي الناس وإحنا بنتكلم في هذا الحديث بس لازم نأكد أن مسألة الصيام من شوال أول حاجة فيه ناس كتيرة بيعتبروا الصيام الستة من شوال وكأنه وخاصة من في حق الرجال وكأنه مكمل لرمضان فلو حد ما صمس الستة من شوال يبقى كده إيه اللي حاصل يبقى وكأن صيامه ناقص الحقيقة لا صيام الستة من شوال هو من قبيل السنة من قبيل المستحب من صابه أخذ ثوابه ومن لم يصمه لا يكون آثما يبقى إيه بيطبق عليه تعريف الإيه تعريف المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قالت بس الحديث من صامه رمضان ثم أتبعه ستة من شوال آه ضيهبة جديدة من ربنا لكن الصيام المكتوب علينا كتب عليكم الصيام اللي هو بتاع إيه اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو ده اللي كتب علينا الصيام فيه فالصيام الواجب عندنا هو صيام رمضان طيب نبقى خلاص فيمنا ده عشان هيترتب عليه حالات كتيرة في الأحكام اللي احنا نقولها يبقى الصيام الواجب عندنا هو صيام رمضان فالذي صام رمضان كاملا فقد أتهى بالفرض وبالواجب خلاص يبقى داوة اللي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان يبقى خلاص يبقى صيام شهر رمضان ده الواجب وصيام الستة من شوال مستحب الناس كتيرا بيقول لنا ما تقولش للناس دي كده لحسن يسيبوا السنة وناس تاني بيعملوا بدعة يقولوا ايه ان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال ايه كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى اتباع حضرة النبي واجب اه يا سيد اتباع حضرة النبي واجب بمعنى ان اتباع المنهج وجزء من اتباع المنهج ان انت تجعل السنة سنة وتجعل الفرض فرض ده جزء من الاتباع فما تخليش الناس تحس ان صيام شوال واجب وتعتبر دوت ان هو جزء من تمسكهم بسنة رسول الله لا ما تعملش كده انت كده بتغير معالم الشريعة هو فيه ناس بتعمل كده اه احنا شوفنا يا مناس ويا مناس بدأت تلمز الناس وتنم من دينها لان هي ما صاموشش ستة من شوال اول بقى حكم تاني بعد مسألة ان صيام الستة من شوال ما لهم من قبيل السنة هو انا لازم ابدأ صيام الستة من شوال بعد العيد على طول ولا ممكن اسمهم في اي يوم من ايام شوال طبعا صيام الستة من شوال لازم منسمش اليوم الاول بتاع العيد لان صيام اليوم الاول بتاع العيد دوت اللي هو صيام يوم الفتر اللي هو يوم الجائزة ده حرام وكمان السادة الملكية كارهوا ان احنا نلزق الصيام الصيام على طول بالعيد وقالوا ان افضل نخليه ناخر شوية الصيام لكن بعد العيد بفترة لان ايام العيد ايام اكل وشرب وفي بعض العلماء توسعوا وقالوا واتبعوا بستة من شوال قالوا ان هذا يبتدأ لابتداء الغاية يعني اول من عد من العيد نصوم على طول من اي يوم وده المفتبية ان احنا ننفع نصوم من تاني يوم العيد يبقى يلي حاصل يبقى ينفع نصوم على طول على طول الصيام يبتد منين من اول شوال يبقى ايه اللي حاصل يبقى ببساطة خالص يبقى ايه اللي حاصل يبقى احنا نصوم الايه الستة من شوال بس فيه ناس كمان توسعوا ده الدرجة انهم قالوا ممكن يصومهم كمان في زي القعدة وزي الحج لان قالوا ايه ثم اتبعوا ستة من شوال يعني نبتدي صيامهم من ستة من شوال وكانهم ايه فهموا اللي احنا بنقولوا ده ان القضية مش قضية شوال ايه قضية ان احنا نصوم ست ايام ونضموهم للشهر فكأنما صمنا الدهر كله لان احنا صمنا السيام اللي هو مضروف في عشرة ده فيبقى رمضان بعشر تشور وكمان ست ايام في عشرة بقى كده عندنا السنة كلها يبقى اول حاجة عندنا يبقى اول سؤال السيام الستة من شوال ده من قبيل السنة ينفع سمهم بعد العيد مباشرة ينفع سمهم بعد العيد مباشرة بعض الناس بيتوسعوا يقولوا ان انت تسمهم حتى ولو في سلحجة في اشهر اللي هي قريبة في سلحجة وزي القاعدة وبعد كده جي السؤال اللي بعد كده هو انا لازم اصوم متتبعين ولا ينفع صوم متفرقين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان ماله كلامه كان مطلق وكلامه صلى الله عليه وسلم ما قيادهوش ما قيادهوش بان احنا نصوم ايه متتابعات لا ينفع اننا اصوم الستة من شوال متفرقات او مجتمعات وبحسب حالتي ممكن اصوم اتنين وخميس اتنين وخميس في اخلاصه في تلات اسابيع وممكن نصوم وراء بعض وممكن نصوم تلاتة وثلاتة وممكن نصوم اتنين واثنين واثنين وممكن نصوم واحد وثلاتة واثنين فكله جائز وما يطلبش ان احنا نصومه متتابعات الحاجة التالتة وده بيكون عند الستات في الغالب والستات في الغالب بيجي لها الحيط في رمضان فإن اللي حاصل فبتفضل بعض الايام في رمضان فبتقول هي ينفع تقضي الايام اللي كانت عليها من رمضان في شوال وتتحسب من الستة من شوال انا عايز اقول بشرة للستات وخاصة واحنا بنكلم في سياق زي ماذا بالستادة الشافعية بيمكن ان هي تقضي الايام اللي عليها ويتحسبه من الصيام من الستة من شوال ويتحسبه عن الستة من شوال بس هيكون بنية ايه بنية القضاء عن رمضان يعني هي فترة ست ايام فترة ست ايام من اين من شوال او فترة سبعة فترة ست ايام من رمضان وعتصوم الستة من شوال فإن اللي حاصل هتنوي ان هي تقضي الايام اللي كانوا عليها من رمضان وهي كده كأنها صامت الايه وهي بتصوم دلوقتي اللي شايفها دلوقتي بيقول ايه اه ده اول يوم هوم من شوال تاني يوم هوم من شوال تالت يوم يوم من شوال سادس يوم هوم من شوال يبقى ايه صامت الستة من شوال ما صامتش الستة من شوال يبقى صامت الستة من شوال يبقى ايه المقصود وكانهم قصدوا بذلك ايه فهمه من الحديث اني واتبعه ستة من شوال يعني صامت ستة ايام من شوال سواء بقى كانت بتصومه قضاء او كانت بتصومه ايه بتصومه سنة او نفر ودي الفتوى اللي احنا اصدرناها في دار الافتاءة المصرية ودي الفتوى المستقرة المستقرة على ان ايه على ان هي يجوس ان هي تصوم ما عليها من القضاء في شوال ويحسب لها هذا عن الصيام في الشوال زي ايه عشان نقرب لكم المسألة انا دخلت دلوقتي المسجد ولقيتهم بيصلوا الدهر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا دخلنا الى المسجد فلا نجلس حتى نصلي طب انا اعمل ايه دلوقتي وعندنا حاجة اسمها تحية المسجد فيبقى صلي الفرض ولا صلي تحية المسجد قالوا لا اما انت لما تصر الفرض انت عملت تحية المسجد ليه لان رسول الله طلب منك ان انت متعودش في المسجد غير لما ايه غير لما تصلي وانت لما صليت الظهر او صليت المغرب او صليت العيش اول ما دخلت المسجد يبقى صليت قبل ما تقعد ولا لا قال له اه يبقى صليت قبل ما عود قال له يبقى خلاص يبقى أنت نفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم القصة وعلى هذا الأساس حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صامر رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فاللي ايه اللي حصل فاللي صامت القضاء في شوال صامت القضاء اللي عليها في الست يام من شوال ايه اللي حاصل صامت ستة من شوال ولا لا صامت ستة من شوال يبقى ايه اللي حاصل يبقى هي كده قضت ما عليها وكمان صامت السنة وصامت الستة من شوال يبقى احنا لازم نفهم ده لان فهمنا لده هيخلي الامور عندنا واضحة طيب كمان في شوال في الصيام الستة من شوال هل ده اذا الانسان صام يوم من ستة من شوال ويه اكل وشرب اكل وشرب ليه لان في الناس بتطلق وانا دلوقتي خلصت رمضان وبعد ما خلصت رمضان دخلت على الايه دخلت على الستة من شوال هل هي نفس الاحكام ولا مش نفس الاحكام نفس الاحكام نفس الاحكام الصيامية فاذا اكل وشرب هو لسه يا سيدي هو لسه في الصيام بتاعه بدل اكل ناسيا او شرب ناسيا يبقى كده دي اهم الاحكام اللي بنسئل فيها فيما يتعلق بالصيام الستة من شوال بعد رمضان هذا الحديث يا سادة من انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركات حضرة النبي من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كمن كان كصيام الدهر وفي بعض الروايات كصيام الدهر كله عشان يأكد على ده بس رواية مسلم كان كمن صام الدهر كان كمن صام الدهر يبقى الحديث ده بيقول لنا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا كنوز مولانا سبحانه وتعالى وفتح لنا بركات سيدنا وفتح لنا خزائن الله سبحانه وتعالى وعشان كده الحمد لله على نعمة رسول الله والحمد لله على نفحات رسول الله والحمد لله على عطايا مولانا سبحانه وتعالى التي فتحها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة والسلام عليك يا اكرم خلق الله يا سادة احنا دايما بنتواصل على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره بنتواصل بيها وبنبقى دايما في مجالس العلم نتواصل على هذه الصفحة اللي دايما كانت تفاعلكم معنا في رمضان وظل هذا التفاعل والنور والبركة ونفضل دايما مع بعض هذا الجسر المنور ممدود بينا ونتلقى اسئلتكم ونخصص لها يوم زي ما هنخصص لها النهاردة عشان نقرأ معاكم ونجاوب على اسئلتكم دي واول سؤال وصلنا سؤال بيقول عندي ابن اخي عليه ديون من قروض بالربا وهو موظف ويتقادى مرتب معقول والقروض لأسباب ليست ضرورية وهو الآن معرض للسجن إذا لم يسدد ويطالبني بالمساعدة أنا وأفراد الأسرة وإحنا معترضين على المساعدة لأنه تصرف غلط فعل علينا ذنب إذا لم نساعده في السداد لأن الدين مبلغ كبير ومهما دفعنا مش هنخلص أرجو التكرم بسرعة الرد تعالوا بقى أن نقول شوية معلومات إحنا بنجاوب على السؤال ده السؤال ده مهم جدا إن إحنا نفهم شوية حاجات واضح إن طلب المساعدة هنا في السؤال ده مش طلب مساعدة بمعنى إنه طالب الزكاة لأنه طالب المساعدة هنا بمعنى إنه يأخذ الأموال على سبيل المساعدة وكأنه هم باعتبار أسرته ويروح لمين لا ده بيطلب المساعدة وشايف إن المساعدة واجبة عليهم الحقيقة المساعدة مش واجبة عليكم ولكن وخاصة في الظرف اللي احنا بنقول عليه ده الظرف اللي انت بتقول عليه ده هو زرف أشبه بزرف البير في أحوال كتير الشخص بيتحول إلى بئر يلتهم كل اللي انت بتقدمه له لأنه بيفضل ياخد فلوس ياخد فلوس من الناس ويتحول إلى إنسان في الحقيقة لا يشبع ويمكن ده أحد التطبيقات الأساسية لقوله صلى الله عليه وسلم نهيمان لا يشبعان هو بيدخل نفسه ويسمى في الحالة دي أنه شخص غارق في الديون فالشخص الغارق في الديون ده تقولينتوا حضراتكم كمان بتقولوا عليه أنه هو كمان استدان بالربا أنا مش عارف طبعا لو كان أصدق من استدان بالربا يعني استدان من أشخاص بربا لكن هو لو كان أصدقكم أنه استدان بالربا من أشخاص مش استدان من البنوك لأنه ممكن يكون استدان بالبنوك وما يكونش داعة من قبيل الربا لكن هو استدان وغارق في الديون هل هو يجب علينا بقى أن احنا نغرق معاه كمان احنا كمان في الديون ولا الديون دي هو عليه أنه هو يتعامل معها ولأنه هو لا لنستطيع أن احنا نوفي ديونه نعم هذا هو المعنى الأول لكن المعنى الثاني بقى أن عشان البر وعشان الإحسان المسألة مهمة جدا جدا أن احنا نحاول نساعده بقدر ما نطيق لقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل وظهر فليعود على ما لا ظهر له بس الأساس أن احنا نضبط نفسنا أن احنا لا نكلف نفسنا ما لا نطيق نساعده بما نستطيع لكن لا نساعده بأن نغرق معه في ديونه نساعده بما نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه قادرين نساعده نساعده لأنه ننقذه من أنه يدخل إلى السجن لكن مش قادرين واللي جاي على قد الرايح والفلوس اللي عندنا لها أبواب محطوطة فيها وإحنا ما عندناش فائب يبقى إيه لا يحصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه يبقى يجب علينا ما يجبش علينا طيب وإيه اللي حاصل لو عندنا ما نبخلش يبقى إيه اللي حاصل لحديث رسول الله سلم من كان عنده بفضل ظهر فليعود على من لا ظهر له والأقربون أولى بالمعروف أولى بهذا المعروف أن أنت تساعد المسلمين إذا كان الأمر كده فاحنا عرفنا الحكمين مش واجب وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل إذا كنا نستطيع فمن باب سلة الأرحام ومن باب الإحسان إلى الأقارب أن احنا نساعده بما نستطيع ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفرج عنه ويعيده إلى رشده إن شاء الله فاصل ونعود مرة ثانية عشان نكمل أسئلة تكون مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا أسئلتكم المباركة ونكملها أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يدمها فضل علينا ونعمة عشان بتفتح لنا مجالس العلم على الدوام السؤال اللي بعد كده بيقول أنا عايز أعرف فرائد النقاب إيه وأنا بجد يا شيخ عايز ألبسه وأعمل بي بس أهلي مش موافقين اسمعي كلام أهلك ما تلبسوش لأن النقاب مش فرض الفرض عليك أن أنت تستري تستري عورتك سوى الوجه والكافية زي ما ورد في حديث أسماء وزي ما ورد في حديث كمان حديث الطواف أن المرأة لا تنتقب الأصل أن تستري عورتك تستري عورتك يعني إيه؟ يعني تستري بدنك سوى الوجه والكافية فقط أما ما دون ذلك طب حد يقول طيب طب السيدة عائشة بتقول أنه هما في الحج كان أذا مر عليهم الرجال كنا يزدن على وجوههن سدلا خفيفة ده كده حد بيتكسف بس لأنه معروف أنه لو غطت وجهها ده من محذورات الإحرام ده كان بتكسف بس ده عائشة كانت بتكسف لكن محدش قال أبدا أن المنتقبة أن المحرمة تغطي لوجهها ولا تغطي إيديها ولا تغطي الكفين يعني يبقى إيه زن؟ لا اسمع كلام أهلك ولا أنت محتاجة كل الحكاية بس أن أنت يبدو الله وأعلم أنت عايزة تحسني من أمر دينك وتحسني من أمر علاقتك بربنا وكثير من الناس عايزين يحسنوا علاقتهم بربنا وحسنوا من دينهم فبيتبتدوا بالظاهر إما بيكون عندهم هما نوع من أنواع عدم الانضباط في الثياب قبل كده فبيحاولوا بقدر الإمكان أنهم ينضبطوا بعد ذلك فبيقولوا خلاص احنا ننضبط بس احنا كمان عشان عملنا أخطاء فعايزين أننا نضبط قوي فبيروحوا يلبسوا النقاب باعتبار إن دا هيعوض اللي فات لا ما تعمليش كده إيه اللي حاصل مسألة ببساطة خالص عليك أن انت تستري عورتك سوى الوجه والكفين واللي انت عايزة تعمليه بقى في قيامك بحق النقاب اللي هو في الحقيقة هو في حق لله سبحانه وتعالى على العباد إنه ما يتبعوا حضرة النبي في أخلاقه قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم والله نتبعك فيها رسول الله في الأخلاق فأنت حاولي بقدر الإمكان أن تتبع أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع أخلاق حضرة النبي عن إيه كوني رحيمة كوني خيرة عيشي بالجمال في كل حاجة حسني ظنك في الناس قولي للناس كلام حلو تصدقي كمان ما تختبيش حد حاولي بقدر الإمكان إن أنت تعيش مع الناس بالسهولة والليونة وعيشي مع الناس كمان بأن أنت لا تكسري خاطر أحد عيشي بهذه الأخلاق الكريمة تكوني مع الكريم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم فأنت لو عايزة تكرمي نفسك وتعيش في الدين بكرامة عيشي في الحاب أخلاق لو عايزة تكوني صاحبة كرامة جاءت من هذا الدين حضرة النبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يبقى أكرم يبقى أعظم كرامة ممكن يحصل على الإنسان هي كرامة الأخلاق يبقى أعظم كرامة ممكن يحصل على الإنسان هي كرامة الأخلاق مش كرامة الثياب لا يا كرامة الأخلاق الثياب يساعد آه بس كرامة الأخلاق إن أنا أبقى كده لطيف أبا زي النسمة أبا محبوب أحب وأتحب من الناس أكون مع الناس ألوف الذين يألفون ويؤلفون آه هو ده لكن ما يبقاش إن أنا أصدي إن أنا فيه أنفر بعض الناس مني أو أقص بعض الناس عني وأعتبر إن أنا كده بعمل إيه دي ضريبة العيش مع الله لا ما فيش ضريبة الضريبة إن أنا أكون ألوف أكون مع الناس الناس تألفني وأنا أألف الناس ولذلك النار حرام على كل هين لين سهل هي دي الواجبات اللي عندنا نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن ده ممكن يكون جواب شافي للحضرتك قلتيه سواء بشقايه شق إن أنت عايزة تستري عورتك والشق التاني إزاي أنت عايزة تطوري من أمر قلبك ومن أمر إقبالك على الله ودايماً خلي فيه عبادة تفتح قلبك على مولاك وزيدي من العبادات ولكن أهم العبادات اللي أنت تزيديها هي عبادات الأخلاق إيه اللي حاصل؟ يعني كل ما قلبك يكون رقيق كل ما تترك قسوة القلب كل ما تتكون مقبلة على الله من باب الحب لأن الله سبحانه وتعالى فيما روى حضرة النبي عن رب العزة وما تقرب إليه المتقربون بأحبة مما افترطوه عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كل ما يزداد الحب في قلبك للخير والرحمة والجمال والمولاكي سبحانه وتعالى ولحضرة النبي انت ماشى في الطريق الصحيح وأخلاقك هتتحسن وتقبلي على الله سبحانه وتعالى السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بحلف بالطلاق على مراتي في أوقات الغضب لا حول ولا قوتها إلا بالله وحلفت كتير بس أنا أوقات الغضب صعب جدا طب وانا مفروض كده أبصت يعني وحلفت كتير بس أنا أوقات الغضب صعب جدا وحلفت عليها آخر مرة بس قلت لها علي الطلاق لو كلمت وحدة ولا دخلت بيتها ما تقعديش على زمتي ولا في بيتي تاني يا سلام وهي ما أعدش اليمين لحد دلوقتي أنا خايف نكون عايشين في الحرام بس إحنا معانا ثلاث أطفال ممكن أكفر لا أنت ممكن تتوب تتوب عن كتر الحلفانات دي قول ورايا توبت إلى الله وندمت على كثرة حلفاني وعزمت على ألا أعود إلى هذه المعصية أبدا والله على ما أقوله شهيد توب يا أخي توب من كتر الحلفانات اللي أنت بتحلفها دي دي معصية يا ولدي بتعمل كده ليه يا سيدي الطلاق ده عامل زي الكي آخر الدواء الكي الطلاق ده موجود عند استحالة العشرة مش عشان استدامة العشرة يعني واحد عايز يخلي عشرته مع أمراته كويسة يروح مطلقها بالله عليك ده عقل يعني لو عرضنا حلك ده على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون مبسوط يعني أنت شايف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ده بالنسباله شيء يتشفع بيه ليك عند الله ولا شيء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى نوع من أنواع ولعنى ذو بالله التجرؤ على شرع الله سبحانه وتعالى وعشان كده انت بتقول لي بحلف بالطلاق كتير طيب انت عايز تعرف حكام الطلاق ده اكتب كل مرة قلت تلفزت بأي لفظة دي فيه الطلاق قال لي يا مولانا ده كتير ده عشرين مر اكتبه وتعالى اسألنا ونجاوبك على واحد واحد ليه؟ عشان دي أعراض طب هو أنا عايش في حلال ولا عايش في حرام لا لازم نسمع لازم نسمع منك لفظ لفظ ونحقق معك في لفظ لفظ ليه؟ أصل الطلاق ده يا سيدي الطلاق ده خراب للبيت وحرق الغيت وكبل الزيت ده الطلاق ده ضمار بيضيع بيضيع أعمار ناس وبيضيع أرواح ناس وبيضيع كمان أموال ناس فاستهنتك بالطلاق ده مش هو ده الحل انت دلوقتي تعمل ايه؟ تيجي عشان نسألك إما تتصل أو تتصل على مية وسبعة في در الإفتاءة المنصرية عشان يتحقق معك في طلقة طلقة في لفظ لفظ سأقلت علي الطلاق تكوني حرام علي ما تكونيش على زمتي لو رحت كل الكلام ده عن زينه لفظ لفظ وتعرف بعد كده ان انت ما تتلفز بالطلاق وان تلفزك بالطلاق ده من غير حاجة ده حرام لان ربنا سبحانه تعالى شرع الطلاق ده ليه؟ لاستحارة العشة مش شرع الطلاق عشان انت تربي بيه مراتك اللي هي في الحقيقة انت ما تجوزتاش عشان تربيها انت تجوزتها عشان تدخل في قولي تعالى وعاشرهن بالمعروف فانت دخلت عشان تعشرها بالمعروف ودوت مش من القبيل العشرة بالمعروف فاتق الله سبحانه تعالى في نفسك هتقول لي ممكن أكفر لازم أسمع منك اللفظ ما قدرش جاوبك على ده لانه في الحقيقة انا ما عرفش انت كان ايه اللي انت قلته وايه اللفظ اللي انت قلته بشيء من الدقة لازم أسمع منك اللي كتبته دوت لازم أحقق معاك فيه السؤال اللي بعد كده بيقول هل يتم استخراج عشرة في المية من أرباح شهادة الاستثمار من أول شهر أرباح ولا لابد من مرور السنة على شراء الشهادات لا بيطلع من أول شهر ليه بيطلع من أول شهر خلينا أقولك شهادات الاستثمار بيتنزعها شبهين الشبه الأولاني وهو قوي إنه شبهها بالأثمان لإنه إحنا لما بنربط شهادات الاستثمار بنربط أموال بنربط أثمان بنربط نقود بنك نوت فشهادة الاستثمار ده أشبه بالأثمان أشبه بالأثمان يعني إيه أشبه بالذهب والفض أشبه بالذهب وفض أشبه بالذهب والفض فهو زهب وفض دي بيكون فيها زكاة الأثمان طيب الحياة التانية هو أشبه بزروع والسمار ليه جمنا أن الشبه ده قال له أصلا هو مربوط شهادة السمار دي مربوطة ولو فكتها طبوز قالت ابو ايه الحكاية قال احنا بنعمل ايه حاجة اسمها قياس غلبة الشبه ايه قياس غلبة الشبه بنشوف اكتر شبه من بمين ففي لحظة من لحظات بنقول والله عشان الفتوى المستقرة بنقول والله لو كان الشخص ده ما عندوش غير لشهادة الاستثمار دي وهو بيسرف من رعة يبقى يطلع عشرة في المية من الريع من امتى من اول مرة بيجي له هذا الريع ليه لان الله سبحانه وتعالى في الزكاة امرنا ان نخرج الزكاة عند الحصاد طيب والحصاد بتاع الفلوس ده زي ايه لما بيجينا الريع يبقى نطلع عشرة في المية مع اول ريع بيجينا مش هنستنى لما يحول الحول هنطلع عشرة في المية في اول ريع بيجينا ويبقى ساعتها يبقى جواب السؤال ده وتقول لها اي حصل هنطلع مع اول ريع بيجينا عشرة في المية من الريع ده اذا كان المال ايه ما عنديش غير الاموال دي بأنفق منها فهنطلع عشرة في المية من الريع من اول ريع يجيني مش هستنى لما يحول الحول لاني لما يحول الحول وييجي كمان يكون النصاب وحوالان الحول ده ده في الاموال في الاثمان لكن احنا قسنا شهادات الاستثمار على الزروع والثمار وعشان كده طلعنا عشرة في المية من الريع يبقى طلع عشرة في المية من اول ريع يجيني حتى لو كان ده قبل السنة يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث الحديث ده فتح لنا ابواب كتيرة واهم باب فتحه ان احنا ممكن نعيش بعد رمضان وبعض السيام شوال على ان احنا تولدنا من جديد اللهم اننا نسألك ميلادا جديدا تجعل كل اوقاتنا نعيش بها في عيد بقلب سليم وبقلب جديد ينظر اليك بنعمتك ويعيش معك برحمتك ويدخل فيه في حضرتك اللهم يا رب العالمين اجعلنا من المقبولين واجعلنا من الراشدين واجعلنا ممن يفرحون دائما بالقرب منك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في رضاك واجعلنا في حضرتك مع سيد المرسلين على الدوام يا رب العالمين